الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الحمد لله رب البديات المرتجى منه الخيرات المستعان على القربات جلت قدرته على القدرات وامتاز اسمه على المسميات أحمده أحمده حمد عبد معترف بتقصيره في الواجبات وأستعينه وأستعينه استعانة عبد معترف بتقصيره في الطاعات وأدعوه وأدعوه دعاء عبد مضطر بأن يغفر لي الزلات فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رفيع الدرجات ومجيب الدعوات ومفرج الهموم والقربات وأشهد أن محمد عبده ورسوله أفضل من عبد رب الأرض والسماوات ومخرج الناس إلى النور بعد الظرمات وهداهم إلى الصلاة المستقيم بعد الشتات فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين رضي الله عنهم بإيمانهم وعمل الصالحات وبشر التابعين لهم بأن لهم الجنات فأسأل الله العظيم أن يرزقنا اتباعهم ويتقبل منا الدعوات آمن يا رب العالمين إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات ما زلنا في هذا البنامج المبارك أسرار الأذكار نتكلم عن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم عن أذكار النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم نتكلم عن أذكاره المطلقة وعن أدعيته المطلقة وعشنا في ثلاث حلقات سابقات نتكلم عن هذا الذكر العظيم ألا وهو الدعاء فعشنا مع معنى الدعاء وعشنا مع فضل الدعاء والحلقة السابقة تكلمت عن حلقة خاصة لإخواننا الطلبة أو الطلاب والطالبات وهم يدخلون على امتحانات نصف العام وهم يذاكرون لامتحاناتهم فأحببت أن أجعل أدعية لهم يبدأون بها المذاكرة هذه الأدعية وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهي أدعية واردة عن نبينا جامعة شاملة تجمع لك الدنيا والآخرة بدأت في الحلقة السابقة عن أداب الدعاء قلت أداب الدعاء الأفضل للطالب ما يجي يذاكر كده أو يجي يخش الامتحان أو قبل ما يروح الامتحان إنه يتوضى وضوءه أن يذهب طاهراً أو قبل أن يذاكر أن يكون طاهراً ويا سلام كمان لو استقبل القبلة في الدعاء ويا سلام لو كانت في رقعتين قبل المذكرة قبل الامتحان وأن يطيل فيهما من السجود وأن يكثر فيهما من الدعاء فأفضل ما يكون أو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أيضاً يتحر الأوقات التي يستجيب الله فيها الدعاء سواء كانت قبل المذكرة أو الوقت المتاح أو الوقت المتاح له قبل الامتحان أن من الأوقات التي يستجيب الله فيها الدعاء ثلث الليل الأخير من الليل أيضاً من الأوقات التي يستجيب الله فيها الدعاء عند النداء للصلاة عند الأزان الوقت الذي نتكلم فيه أو واحد معه موبايل وواحد بتاع سمع الأزان يوم يطلع موبايل أفل الأزان لا الوقت ده يستجيب الله فيه الدعاء عند النداء بالصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس وعند البأس أيضا من الأوقات التي يستجيب الله فيها الدعاء بين الأزان والإقامة الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة كما قال حبيبنا كما في صحيح الترمزي أيضا من الأوقات التي يستجيب الله فيها الدعاء في السجود أنا أحببت أن أبدأ بها الحلقة من أجل أن يعرفها إخواننا الطالبات وجميع المسلمين حتى يتحروا الدعاء في هذه الأوقات أولا عند النداء للصلاة في ثلث الليل الأخير عند السجود الدعاء بين الأذان والإقامة دايما أقول الدعاء بين أذان وإقامة لأن في ناس بين الأذان وإقامة تخش الجامعة الأذان يأذن تمسك المصحف تقرأ الكراءة جميلة ولكن للوقت هذا التوقيت الدعاء أفضل الدعاء أفضل اعود يدعو بما يسر الله لك من الدعاء اعود يدعو في هذا التوقيت هذا التوقيت الدعاء لا يرد في هذا التوقيت خاصة لو حققت أداب الدعاء حققت شروط الدعاء ولينا وقفة بإذن الله عز وجل مع شروط الدعاء وموانع إجابة الدعاء ولينا وقفة تانية بإذن الله عز وجل مع شروط الدعاء وموانع إجابة الدعاء في موانع بيتمنع أن ربنا يجيب دعاءك فهناك موانع بيفعلها المسلم عشان كانت لو أحد يقولك أنا بقالي سنين بادعوه وربنا ما بيستجيب ليش ليه يبقى فينا في موانع إيه الموانع أنا أعرفها إن شاء الله في حلقة قادمة قدر الله لنا البقاء والإقاء أيضا من الأوقات التي يستجيب الله فيها الدعاء في السجود كما قلنا كما قلنا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أيضا من الأوقات التي يستجيب الله فيها الدعاء دبر الصلوات المكتوبة دبر الصلوات المكتوبة مقصود بها اللي هي بعد التشاهد بعد التشاهد مش بعد الصلوات فيما يعني العلماء من قال أنه بعد الصلوات يعني بعد ما تسلم في الأسكار بعد الصلة هناك دعاء يستجيب الله لك فيه أو هذا التوقيت يستجيب الله لك فيه دعائك ولكن بعض العلماء والأقصر قالوا ضبر الصلوات معناها أنها بعد التشاهد بعد قراءتك للتشاهد بعد أن تنتهي من التشاهد الأخير تدعو بما يوسر الله لك فالله سبحانه وتعالى يستجيب لك الدعاء في هذا التوقيت في هذا التوقيت يبقى دي أوقات يستجيب الله فيها الدعاء وفي أيضا عند سماع الديكة أو صياح الديكة وخاصة تلاقي ابن الفجر كده تسمع الديكة بتصيح قبل صلاة الفجر وكأنها توقظ الناس من حولها ليصلي صلاة الفجر قبل الفجر كده حوالي بساعة لتسمع صياح الديكة في هذا التوقيت ادعو بما يوسر الله لك فإن شاء الله ربنا يستجيب دعاءك حديث رعو البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا فإنها رأت ملكا ملك من الملائكة إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وأيضا من الأوقات التي يستجيب الله فيها الدعاء يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه أنا عزك تتحر أيها الطالب أية والطالبة تتحر الأوقات التي يستجيب الله فيها الدعاء وهذه الأوقات يا سلم بل لو كانت فيها المذكرة لو كانت فيها المذكرة بخلاف الأشياء التي تبقى تشق عليكم مثل مثلا بين الأزان والإقامة طبعا صعب أن تترك في المسجد وإن كان فيه مسجد قدام بتاعها لكنه مفتوح تترك فيه أفضل فهذا جميل ولكن هذه الأوقات التي يستجيب الله فيها الدعاء ذكرنا في الحلقة السابقة الأداب التي يجب أن ينبغي للطالب والطالبة ولكل مسلم أن يسلكها وأن يحققها في الدعاء المرة ذي إحنا قلنا أوقات التي يستجيب الله فيها الدعاء الأوقات التي يستجيب الله فيها الدعاء طيب إحنا قلنا مرة الفاتت أو الحلقة السابقة دعنا دعاء سيد الاستغفار قلنا دعاء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل قلنا دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عظمنا يطرى سجلت هذه الأدعية أنا لا أعودش عيدها بقى الثاني بقى هنبدأ في أدعية جديدة الدعاء اللي هو معنى الدعاء الرابع الدعاء الجامع الشامل حديث رواه مسلم من حديث طارق ابن أشيم رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني احفظ هذا الدعاء حديث رواه مسلم من حديث طارق ابن أشيم يقول كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني خمس أدعيهم طيب واحد يقول لي أبدي فيها أولها ابن المذكرة لإيه يعني؟ إيه اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني أولها ابن المذكرة لإيه؟ يعني ديها هتعيني على مذكرة؟ نعم شوف النبي أفحاليس تاني في رواية تانية لطارق ابن الأشم يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقوله حين أسأل ربي في رواية تانية المسلم من حديث طارق ابن أشم أيضا يقول أتاه رجل أن طارق ابن أشم يقول سمع رسوله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقوله حين أسأل ربي أقول إيه ما جاء أطلب من ربنا شيء معين حجلية أطلبها في الدنيا وفي الآخرة حين أسأل ربي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واهدني إلى الطريق الصواب اهدني إلى الفهم السريد في مذاكرتي اهدني إلى أحسن الأخلاق اهدني واهدني وعافني وارزقني عافني من الأمراض ومن كل سوء ومن كل ظالم ومن شر كل ظالم عافني وارزقني فهم السديد يا رب وانت بذلك كده تقوله وارزقني ارزقني الفهم السديد في مذاكرة اه ارزقني الفهم اه ارزقني السدادة في القول وفي الفعل وفي الكتابة وفي فهم وكل شيء وارزقني شوف النبي يقوله ايه فإن هؤلاء ايه تجمع لك دنياك وأخراك يا الله النبي يقوله ايه فإن هؤلاء هذه الأدعية البسيطة اه حفصتها اخفر لي اللهم اخفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني خمس أدعية همك حفصتهم ولا حفصتهم شيء النبي يقول لهذا الرجل فإن هؤلاء الخمس أدعية تجمع لك دنياك وأخراك تجمع لك ما تطلبه في الدنيا وما تطلبه في الآخرة يبقى انت طالب ايه في الدنيا وانت بتذاكر طالب ايه الفهم ربنا هيرزقك الفهم يبقى ما تنساش الدعاء ده ده الدعاء الرابع اللي معانا في هذه الحلقة الثانية طيب الدعاء الراء الخامس دعاء جميل أوش بتطلب فيه صلاح الدنيا اللي هي فيها معاشك وتطلب فيه صلاح الآخرة التي إليها معادك ايه هو الدعاء دي الحديث رواء مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنا عاوزك تحفظ الأدعية دي حديث رواء أبو هريرة حديث رواء مسلم من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني يا الله اللهم أصلح لنا ديننا يا رب اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري آه ما هو إسلام بتاعنا مش دين بس ونقعد في الجامع وخلاص لا أو إحنا بنقول لا ما تعش في الدنيا وخليك نايم في الجامع للنهار وما تعملش لا النبي معلمناش كده شوف بقى النبي يقول إيه اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي الدنياي بقى تشمع كل شيء العمل تشمل الزوجة الصالحة تشمل أو تشمل الزوجة تشمل الأولاد كل حاجة في الدنيا وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي بس لا وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر شفت دعاء جميل ازاي؟ دعاء جامع شاب ما تركش شيء يبقى أنت بتذاكر آه وعاوز ربنا يكرمك في المذاكرة جميل عاوز ربنا يكرمك في الامتحان زاكر يبقى اجمع هذه الدعاء وإحفظها وإذكرها قبل الامتحان أو اذكر منها ما شئت اذكر منها ما شئت اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي من كل خير أو في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر طيب دي الدعاء الخامس اللي معانا ها يبقى في دعاء كمان عن علي رضي الله عنه الحديث رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال قال لي الحديث كان موجه أو الكلام كان موجه لمن لإمامنا وتاج رؤوسنا إمامنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورجى الله عنه الحديث كان موجه معلمين لإمامنا علي بن أبي طالب أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال له قال لي رسول الله يقول علي بن أبي طالب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل نخلى بعد الفاصل النبي قال لي علي بن أبي طالب فاصل ونعود بإذن الله عز وجل الحمد لله رب العالمين ولا عقبة المتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين وأشار أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى الصلاة المستقيم والداعي إلى دين قويم والفارق بين الهدى والضلال والشك واليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين ما زلنا في هذه الحلقة الخاصة لإخواننا الطلاب وأخواتنا الطالبات ندعو أو ننصح لهم وننصحهم بأن يكثروا من الأدعية التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أدعية لهم وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن يستكثروا منها قبل مذاكرتهم أو قبل امتحاناتهم هذه الأدعية أدعية جامعة شاملة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تجمع لك دنياك وتجمع لك أخراك يعني يستجيب الله فيها دعائك إذا استجاب الله دعائك فيعطيك ما تحتاجه في الدنيا ويعطيك ما تحتاجه في الآخرة من هذه الأدعية الجامعة الشاملة الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قلت خمسة أدعية وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قلنا سيد الصغفار قلنا دعاء اللهم لا سهل إلا ما جعته سهل قلت دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة قلت دعاء اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وعافيني وارزقني قلت دعاء اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري خمسة أدعية ذكرتها وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم يحتاجها الطلبة والطالبات قبل مذاكرتهم وقبل امتحاناتهم طيب الدعاء السلسل معنا حديث رواه مسلم من حديث إمامنا علي رضي الله عنه أنه قال قال لي يبقى الكلام كان موجه لمن؟ لعلي كان دعاء خاص بالعلي قال لي رسول الله عليه وسلم قل اللهم اهديني وسددني شفت دعاء بسطة إزاي اللهم اهديني وسددني ما ربنا يسددك ويرزقك القول السديد والفهم السديد فهذه نعمة عظيمة والله ما بعدها نعمة لو رزقت هذه النعمة نعمة السداد شوف ربنا يقول في صوت الأعزاب يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة يبقى القول السديد نعمة عظيمة ربنا ينعم بها على العبد القول السديد والفهم السديد شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم سيرنا عليه ويقول له قل اللهم اهديني وسددني وفي رواية تانية اللهم اني اسألك الهدى والسداد إبقى انت بتذاكر عاوزك تقول اللهم اهديني وسددني يا رب سددني سددني يا رب ارزقني الفهم السديد والقول السديد يا رب العالمين نعم وعن أنس بقى حاليس كمان عن أنس رجل الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويستعز بقى يستعز بقى من نبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل وهنت لو لو ابتلاك الله بالكسل مش طعف تذكر ولا طعف تروح تشوف شغلك ولا عملك ولا اي حاجة فلذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يستعز من الكسل اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل وعلى فكرة من اعظم الاسباب التي تؤدي الى الكسل ترك صلاة الفجر تقول ايه 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 وترك صلاة الفجر ايه الدليل على كده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول يعقد الشيطان على قافية احدكم ثلاث عقد فان قام الرجل شوف ان الشيطانيك كده وانت نايم بالليل كده ويعمل لك ثلاث عقد على قفاك يعقد الشيطان على قفا احدكم ثلاث عقد فان قام الرجل وذكر الله ان فكت عقده وان توضأ ان فكت عقده وان صلى ان فكت عقده وان لا اصبح خبيث النفس كسلان من اعظم الاسباب التي تؤدي الى الكسل ترك صلاة الفجر ترك صلاة الفجر النبي يقول لك واللي اصبح خبيث النفس كسلان خبيث النفس كسلان هكذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم النبي كان يستعز من الكسل احذر ايها الطالب احذري ايها الطالبة من الكسل ومن الاسباب التي تؤدي الى الكسل وانت لو لو ابتليت بالكسل مش طعف تذاكر ولا طعف ت يا ربنا يرزقك الفهم ولا تعرف اي حاجة في اي حاجة هتروح الامتحان كسلان برضو هتنمع الورقة بتاعتك هتنمع الكتاب بتاعك وانت بتذاكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن انس ابن مالك حديث الله هو مسلم كان رسوله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والكبر والبخل واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المحي ولمات وفي رواية وضلع الدين وغلبة الرجال دعاء اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل في رواية اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والهرم والبخل ومن ضلع الدين وغلبة الرجال طيب ابدل الدعاء اللي هو الدعاء السابع معنا الدعاء السابع حديث رواه مسلم من حديث انس ابن مالك ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المحي ولمات وفي رواية وضلع الدين وغلبة الرجال ايضا من الحديث المهم التي نستعيذ بها حديث المهمة او من ادعية المهمة من الحديث الذي نستعيذ بها من كل دي شر حديث جميل اوي حديث رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كان من دعاء ابن عمر يقول كان من دعاء رسوله السلام اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك انت ربنا رزقك الفهم والزكاء اذا رزقك الفهم والزكاء في المذاكرة ومشاء الله ربنا اعطاك عقل سديد وفهم سديد فانت بتدعو بقى ربنا سبحانه وتعالى وتستعيذ به من زوال هذه النعمة من زوال هذه النعمة لذلك احنا بنشوف طلاب قدامنا كتير ما شاء الله كان جايبه في التسعينات تسعة وتسعين في المية ومية في المية وتحول تحول لذلك استعيذ من من لا حول ولا قواته إلا بالله عز وجل تحول يقول لك اللي حصله يتحسد يتحسد والله واحد بيقول لي أحد الأحباء يقول لي أن فلان ابنه كان جايب ما شاء الله دكتوراه وفي الوقت يقول له ما نشي عاوز أروح لكلية ولا عاوز أروح حاجة تحول أو زوال النعمة استعيذ بالله عز وجل من زوال النعمة أكثر من ندعيه سوابها كان عين أو كان ابتلاء أو إلى غير ذلك أو مرض إلى غير ذلك استعيذ بالله عز وجل أيها الطالب أيها الطالب استعيذي بالله من زوال النعمة من زوال النعمة اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك قد يكون السبب هو المعصية والمعاصر فأنت تتجرأ على الله أيها الطالب وتتجرأ على الله أيها الطالبة قد يالله سبحانه يبتليك بزوال النعمة زوال نعمة الفهم لو أنت تتجرأين على الله سبحانه وتعالى لهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وجميع سخطك أيضا من الأدعية المهمة التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث رواء مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العاجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آتي نفسي تقواها عاوزك تكثر من هذا الدعاء اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع لازم أنت كده بتذاكر أيها الطالب وأيها الطالب وأنت بتذاكر كده لابد أنت كده على يقين وفي مخلصة لله عز وجل أنك تطلبي بهذا العلم أن تنفعي به المسلمين مش مجرد علمه خلاص تتكبر بها على الناس وتفتخل على الناس أنا دكتور أنا مهندس أنا 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 لا 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 هذا علم لا ينفع لابد أن يكون قلبك وأن يعني تكون على يقين وأن تدعو ربك مخلصا بأن هذا العلم يا رب إن شاء الله سأنفع به غير من المسلمين وأفضل الناس وأفضل الأعمال عند الله سرور تدخل على قلب المسلم دخول وخير الناس أنفعهم للناس خير الناس عند الله أنفعهم للناس اللي ينفع غيره مش مجرد خلاص تتخذ علم عشان تفتقر بها على الناس وتتكبر بها على الناس لا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أنا عزق تحفظ الحديث اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أيضا من الأدعية المهمة التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث رواية تلميزي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيء لم نحفظ النبي دعا بدعاء كثير لم نحفظ منه شيء قلنا يا رسول الله دعوت دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيء فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله حاوزنا أدلكم على شيء يجمع كل الدعاء اللي قلته فقالوا نعم يا رسول الله تقول فقال اللهم إني العزق تحفظ الدعاء اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شره ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة أنك ذكرتها من أفضل الأدعية المعينة على العمل لا حول ولا قوات إلا بلاه لأنك تتبرأ من حولك ومن قوتك إلى حول الله وقوته نختم بهذا الدعاء دعاءة هنقوله هاتي دعاء عشان تأمن بقى دعائك أبا أنا دعاوت وربنا ما استجاب ليش أنا عاوز أأمن دعائي تدعو لأخيك المسلم أنت الطالب أنت تدعو لأخيك الطالب اللي زيك مش تدعو لنفسك بس لا ادعو لأخيك الطالب زيك وأخوك الطالب وانت أيتها الطالبة ادعو لأختك الطالبة زيك ادعي لها عشان ربنا هيوكل ملك مخصوص هيقول لك ولك بمسلم ودعاء الملك ودعاء الملك مستجاب أنا عاوز قدما تدعو لنفسك بعدما تدعو لنفسك ادعي لفلانا أختك الطيبة المسلمة اللي معاك في الامتحان أو معاك في الفصل وانت أياه الطالب ادعو لأخيك المسلم اللي هو معك في الفصل أو معك في الامتحان ادعيله عشان ربنا هيوكل لك ملك مخصوص يدعو لك ويقول لك ولك بمثل بمثل ما دعوت اللهم نجح يا رب فلان اللهم أعطي فلان يا رب ما يرجوه اللهم يا رب ارزق فلان الفهم السديد والقول السديد ويسر له كل عسيد يا رب اللهم يسر له اليسرى وجنب له العسرة ادعيله ادعيله بادعية عشان ربنا يوكل لك ملك ولك ولك بمثل واعلم بأن دعاء الملك مستجاب في هذه الحالة ربنا يستجب لك دعاءك الدعاء بقى يقول لك عن أبي الضرداء الحديث رواء مسلم من حديث أبي الضرداء رجال الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب من وراه مش بقى تستنى قدومه تدعينه لا من وراه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل وفي الحديث الذي رواءه مسلم أيضا من حديث أبي الضرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل فاللهم اخفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا اللهم يسر لإخواننا الطلاب والأخواتنا الطالبات اليسرى اللهم يسر لهم اليسرى وجنبهم العسرى اللهم يسر لهم اليسرى وجنبهم العسرى يا رب نعوذك يا رب العلم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين